أكثر من 13 رخصة استثمارية أعلنت عن سحبها رسميا هيئة استثمار بابل لعدم إيفاء الشركات المنفذة بمتطلبات وشروط العقد المبرم مع هيئة الاستثمار قامت هيئتنا هيئة استثمار بابل بسحب مجموعة من الإجازات خلال الفترة الماضية تندرج تحت ثلاثة أصناف الصنف الأول هو حسب رغبة صاحب الإجازة الاستثمارية يعني يرى أنه مشروع ما بجدوى أو بأسباب أخرى أو عجزة عن التنفيذ ومعظمهم ذول على أراضيهم الخاصة فهذا من حق أنه نسحب الإجازة مالتا وفقا لنصوص قانون الاستثمار مادة 28 القائمة الأخرى تلقوا المستثمرين في بعض الحالات دعتنا إلى سحب هذه الإجازات والأخرى يعني الصنف الثالث هم يعني عدم تمكينهم من قبل الدوائر ذات العلاقة وتشير المادة الأولى المعدلة من قانون الاستثمار لعام 2010 إلى رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيقها وفق معايير محددة في وقت يرى مختصون وجود مشاكل إدارية وقانونية تحول دون خلق بيئة رصينة للعمل جدية هذه الاستثمارات تكمن في عدم شفافية التعامل بين المستثمر والدوائر الاستثمارية منع بيع وشراء الفرص الاستثمارية بين المستثمرين قد يكون هناك علاقات مشبوهة بين الاستثمار والمستثمر من أجل بيع هذه الإجازات مقابل التنازل عنها وكانت الحكومة المحلية في بابل قد طالبت بدعم قطاع الاستثمار في المحافظة كونها تمتلك مقومات النهوض بالقطاع السياحي في وقت يبدي غالبية أصحاب رؤوس الأموال قلقهم من زج أموالهم في مشاريع استثمارية لا تنسجموا واقع المشاكل الموجودة والتي من بينها قضية الأراضي المملكة لوزارات حكومية وتؤكد هيئة استثمار بابل أن أموال المشاريع المعطلة التي تصل قيمتها لنحو 500 مليون دولار ما زالت تنتظر الموافقات الرسمية من قبل بعض الوزارات المالكة لأراضي تلك المشاريع ومنها وزارة المالية ما تسبب بعزوف نسبة كبيرة من المستثمرين عن تأدية متطلبات العمل والتنفيذ أحمد الحسناوي الحرة بابل